السلام عليكم مرحبا بكم اسمي ياسين بعد يوم طويل جدا من التعب عدنا للمنزل كينا السريحة ونشاهد التلفاز هو ما احلى مشاهدة قناة ياسفليس والاستفتاع بوقتنا صراحة عندما اكون متعبا فامنني ادخل لقناة ياسفليس واشاهد ما لديه مقاطع خطيرة جدا ما هذا؟ ما قد انقطع الكهرباء ماذا حدث بالضبط لس متأكيد لكني سمعت الصوت الخاص بالديجنكتر بعدما انقطع الكهرباء يا اثقع يعني ان الكهرباء غير موجود نهائيا الخادمة هناك لازلت تغسل الملابس لامن الوقت تقريبا استعليئا فانها الخامسة والناس في الساديسة لازلت ظلم بعد لم ينزل اتساءل بالضبط هل جميع الناس النيبرز هنا الجيران انقطع عليهم الكهرباء ام لا؟ يستحيل يا رفاقي ان فعلت النشاطات بدون الكهرباء التلاجة تشتغل بالكهرباء تلفاز بالكهرباء اذا اردت لعيب الالعاب احتاج للكهرباء اذا اردت يا رفاقي فعل الدوش نحتاج للكهرباء لكي نقوم بتدفئة الماء ما هذا يا اثقعي ولا زيت بالملابس الخاصة بالعمل مشكل كبير حسنا ساقوم بتغيير الملابس الخاصة بالعمل لأنها ضيقة شيء انا ما وسنرسدي ملابس مريحة وبعدها سنذهب للنيبرهورد اللي كي نكتير هل هم كذلك انقطع عندهم الكهرباء ام لا؟ يا سلام على هذه الملابس المريحة جدا والمميزة صراحة الحياة فانها مملة جدا بدون الكهرباء لن تفعلوا اي شيء داخل من المنزل عندما ينقطع الكهرباء في بعض الاحيان فان افرح لي ان يخرجوا اخيرا من المنزل سنذهب عند احد الشباب الاصديقاء في المقهى واو لاحظ بان الشوارع فارغة اصلا انتم يا ايها الناس انقطع الكهرباء يجب عليكم الخروج للشوارع وليس البقاء في منازلكم شيء اجب هذا الشوارع ف ما انا لم اسمعه وها نحن ده وصلنا للمقهى الذي يحبه ويعشقه مايكل لكن اتسأل هل هناك اصلا احد في المقهى ام لا؟ نعم ها هناك نسوة بدأنا في التحرك في الشوارع يعني ان الامور فانها عادية لحد الان اوه المسبح فارغ ببساطة المساء المساء يبرد وشي انمل جول لهذا السبب الناس لا يسبحون وها هو المقهى الذي نحبه هناك شخصان فقط اغلب الناس لا بل هناك فتح اخرى كذلك في تلك الضفة هنا ايه لكن سأل هذا الشخص عما حدث السلام عليكم يا صديقي هل انقطع الكهرب ولحسن حظي حصلت على فنجان القهوة هذا قبل ان تتوقف المعصرة عن الاشتغال احسن صراحة هذا الشخص فانه محظوظ يا اثقاء حصل على كأس القهوة في اخر اللحظة لكن عرفنا بان الكهرباء لقد انقطع على كل شيء كذلك الشباب اصحاب هذا المقه اصحاب المقه فانهم يشتغلون بالخلف من هذا المكان ويأتون يا اثقاء يقومون باعطاء القهوة للناس عبر ذلك الدرج سنذهب الان بما اننا عرفنا بان الكهرباء لقد انقطع عن كل شيء يعني يا رفاق بان الكاري تستحدث وفي الليل لن يكون هناك كهرباء في الوساطس سيلكين عبدالمنزل لاحظت بان هناك سيارات تتحرك الحمدلله لم تحدش اي اسكارية لحد الان لان الناس لازالوا يقومون بالتحرك عاجي جدا باستعمال سيارتهم اغلب هؤلاء ممكن انهم كانوا في منازلهم وبعدما عرفوا بان الكهرباء لقد انقطع قرروا الخروج من المنازل اصلا ما دسنا فعل يا اثقاء في المنزل اذا انقطع الكهرباء ويطوعة الهال والان المشكلة هو الليل تخيلوا اذا ظل هذا الكهرباء منقطع لساعات طويلة جدا اه منزل مني يا اثقاء اتساءل كيف سيستطيع جيمي لعب الالعاب في غربة شوى اين هو اصلا جيمي لس متاكين مئة في المئة العائلة سيكونوا قد خرجوا سيخرجوا لمنطقة شي اخرى هيي يورداد اسباك اين هي العائلة الكريمة و ماذا تفعلون هنا اونا كيف استطعتم فعلها كيف اشعلتم تلفز لكن تلفز ليس قوي كثيرا جيمي كيف استطعت يشعل تلفز مبنصرة بعد انقطعي الكهرباء لقد ذهبت لأحد المحلات واشتريتوا باتري جيمي دكي جدا يا ثقاء بعد منقطع الكهرباء لكي يستطيع تشغيل تلفز لقد ذهب واشتري الباتري المشكلة هو من الضوء الخاص بالباتري فإنها ليس قوي كثيرا لهذا السبب لإضاءة الخاصة بالتلفز لا تشغيل صراحة انتم ادكية يستمتعوا بوقتكم على الاقل حتى يعود ان شاء الله الكهرباء لكن مع الاسب الباتري فإنها يقوم بتشغيل فقط التلفز ولا يقوم بتشغيل الانارة في المنزل يعني انهم سيشاهدون تلفز في الضلام كأنهم الآن يتفردون في السينما لمن سبق لها أن ذهب فإنكم تستمتعون يا أصيخة بالفيلم بدون أضواء يعني يكون فقط الضوء الخاص بالتطاشو نفس شيء فعلته الآن العائلة على الأقل سأطمئنوا على العائلة يا أصيخة ولقد عرفنا بأنهم لديهم نشاط سيفعلونها لن يحسوا بالملأ أوه ما هذا هناك شخص ما يطرق الباب تسأل من جاء نا أمر غريب هذا لازل يطرقي أصيخة يطرق بقوة فقط انتدر انتدر أنا جاي هذا الشخص الذي صدع رأسنا أوه تريفر كيف فعلك يا تريفر ماذا تتفعلون يا تريفر هيا ودخل ودخل فقط أخبرني ما الذي أحضرك يا تريفر هل تريد مشاهدة تلفاز مع العائلة لأن الجيمي ذهب وقام بشراء باتري مايكل ليس هذا ووقت مشاهدة تلفاز لقد وقعت كارثة المخلوقات الفضائية لقد هجبت على لوسانتوس وستطعوا لماجه إلى القرية وقوم بإنقاذ أحد سجنائهم لا يمكن هذا يا صديقي تريفر كيف تريد مني أن أصدقك المخلوقات الفضائية فإنها خدعات من الدولة العميقة المخلوقات الفضائية حقيقة غير موجودة يا تريفر لا تريفر يا صيقاء لقد يكذب علينا فقط أنا متأكد بأن المخلوقات الفضائية غير موجودون لا أصدقني هائيا تريفر كذب علينا الدولة العميقة التي صنعت كوستيمز وناس عاديون هم الذين يصدقون تلك الكوستيمز لا أصدقك يا تريفر لكن لماذا نقطع الكهرباء يعني ممكن هذا الشيء ما بين فعل يا رفاقي الكهرباء لا يمكن أن يقطعني هائيا عن الدولة لأن الدولة تربح ملايين وملايين دولارات في كل شهر بعد دفعنا الضرائب بطبيعة الحال من بينها الكهرباء لا يمكن للدولة يا رفاق أن تحاول خداعنا بهذه الطريقة تريفر هيا بسرعة أظهر لي المكان هيا اركب معي في السيارة وأخذني للمنطقة التي أخبرتني بها تريفر أخبرني وقال لي بأبنه يعرف أحد الأشخاص الذي سيقوم يا رفاق لماذا يركبني؟ الهليكابتر يا مايتن أحضرت الهليكابتر أين هي؟ شاهدوا تريفر هو ينظر للفوق كيف أن تريفر ينظر للفوق؟ قال لي الهليكابتر وهو ينظر للفوق كيف سطعت أن ينزل الهليكابتر نعم لقد رأيتها رأيت الجنح غريب أمر كصراحة يا صديقي تريفر لكن هذه هي ندعوها في الهليكابتر على السريع سيأخذون الآن تريفر ليمين طاقتين سريعين لكي نحاول إعادة الكهرباء على لوس سنتوس والكي نحاول إنقاذ العالم مرة أخرى وصراحة الكهرباء ليس انقطعت تماما على لوس سنتوس هناك أشخاص يطيرون بالهليكابتر هناك كذلك البالون يطير في تلك الضيفة البالون هو الوحيد الذي نستطيع رؤية نستطيعه كذلك رؤية القمر عادة هذا نستطيع رؤية أي شيء يا رفاق اللوكيشن قام بإعطائها لصديقي تريفر وهو جالس بالقرب مني وهي اللي كانت تجيها نحو المنطقة ونحن يا رفاقي أخير وصل للمكان الدولة العميقة لقد قامت ببناء هذه المنطقة وصراحة منطقة خطيرة جدا ورائعة ليس كذلك يا رفيقي تريفر أين سنركنوا أصلا هاتي الهليكابتر فقط العساكر هم الذين يعرفون هاتي الجزيرة جزيرة سيرية جدا قام ببناء رفاقي محطة خاصة بالطائرات وكذلك الهليكابتر سنحاولوا راكل الهليكابتر الخاصة بنا هنا آه انتظر سنقترب هنا يعني تريفر طلب منا الذهاب عند الجنيرال وتحدث مع الجنيرال هذا مكان خطير هذا ممتع سنركنوا الطائرة هنا لقد اقتربنا يا أصدقاء من الوصول لمنطقة الجنيرال هذا المكان الذي أحضرته له يا صديقي تريفر فإنه غريب جدا وعجيب أمره أول مرة سأتي له لديهم الطائرات الخاصة بالعسكر لديهم كل شيء كذلك الهايدرا موجودة لديهم وهنا شاهدوا الفورد زنك والفاير ستيشن لديهم كذلك هليكابتر خاصة بريجاش روتا وهذه الفاير ستيشن مختلفة جميعا على الفاير الموجودة عندنا الفاير الموجودة عندنا لونها أحمر الأكينات لونها أسود وكذلك الكهرباء فإنها مقطوع على هذه المنطقة يعني الكهرباء تما قطعوها على سندرياس بأكملها وليس فقط لستانتوس أين تريفر؟ أنا متأكد أين ذهب تريفر يا رفاق لكن أنا متأكد بأمنا سيكون في القرب الليلي كابتر يفعل شيئا معه الشيء الذي سنفعله الآن هو أمناسا وحاول إيتيجا عند الجنرال لكن أحاول إكتشاف المنطقة ريتورن تريفر قاله ليعود لتريفر تريفر أنت هو الذي عليك المجيء عندي وشاهدوه هنا في أتيت الضفة ماذا يوجد واو حوية كبيرة بالإضافة لشاحنات سوداء أول مرة سأرى هاتي شاحنات سوداء يا سلام وهنا ماذا يوجد هناك سيارة ربعية الدفع لا لا سيارة خطيرة يا راية أجهتم كيفية واو أستطيع ركوفة يا سلام كذلك لديهم الرادار لديهم كل شيء تقريبا وهي اللي كنتجها الآن عند الجنرال الجنرال في أنه موجود في التاور تلك التاور الكبيرة جدا وعي ملاقة هناك الجنرال في أنه موجود في الفوق صديقي تريفر هي إسعاد لكي نذهب عند الجنرال جميل جدا يا رفيقي الجنرال ينصدرون في الفوق نتحت تشمعه ونكشف ماذا يريدون منا بالطبع وهنا عند أخير وصلنا عند الجنرال صديقي الجنرال أين أنت كيف هي الأحوال يا رفيقي هل أنت هو مايكل دي سانتا نعم يا سيد الجنرال أنا هو مايكل دي سانتا ماذا تريدون منا أن نفعله بالطبع الخطة سهلة جدا المخلوقات الفضائية سيطروا على أحد الأقمار الصناعية الخاصة بنا لهذا السبب سنرسلك للفضاء كيف سترسلني الفضاء يا صديقي وليست لدي العبيد لا ولم يسبق لي أن دعبت لي الفضاء هل أنت مجنون يا إيمال جنرال لا لست مجنونة الأمر سهل لأننا سنقوم بإرسالك فقط باستعمال الطائرة طائرة الناس يذهبون للفضاء بالصواريخ وهذا الشخص يريد إرسالي باستعمال الطائرة نعم لأن الفضاء خدعة فقط فدعنا بها أغلب الناس يسمع جيدا دريفر سيقوم ببعض الأعمال لدينا لهذا السبب ستذهب لوحدك يا رفيقي لقد قمنا بإعداد طائرة خاصة لك قم بأخذها ستجد الجي بائس سيسلك الأوتوماتيكيا بالقرب من القمر الصناعي دمر أي شخص وجدته هناك لا 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 هاته مهما انت حار يا رفاق رغم كل هذا يجب علينا فعلها لكي نستطيع إعادة الكرابة للوس سانتوس تحيتي لك يا الجنرال هيا لكي نذهب للفضاء يا أصيخون هنا حدا ارتدينا زي رواد الفضاء هي هاته الطائرة التي ستقوم بأخذيني الفضاء صراحة يا رفيقي تريفر أنا لم أصدق ليها إيا ذلك الجنرال رغم كل هذا سأذهب أدعو معي يا رفيقي تريفر هل تعتقدون بأننا سنستطيع فعلها رغم أني لا أؤمن بأننا يمكننا فعل هذا الأمر باستعمال طائرة عادية مثل هذه لا أتوقع ذلك نحتاج للصاروخ لكي نصير للفضاء والآن سنعرف كذبتهم بالفعل هل الأقمر الصناعية موجودة في الفضاء أم هي موجودة فقط في الأرض وتطير فقط في الأرض وأن الأرض مسطحة وواسعة وشاسعة صديقي تريفر الأمور تمام لقد قمنا بتشغيلاتي الطائرة المحرك يشغل كل شيء تمام يا رفيقي تريفر نلتقي لاحقا يا صديقي لا لا صراحاتي الطائرة فإنها سريعة جدا بلا كذلك لم أعد أستطيع التحكم فيها بشكل جيد مشكل 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 ممكن أن فيها آلة التحكم أوتوماتيك لقد توقفت يا رفاق لوحدها لحد الآن لا أضغط على الزين هيا استعداد الآن ثلاثة اثنان واحد وووو نحو الفضاء الثانية تجهب استعمالات الطائرة شي شي يعد الكيلومتر مسأل ووووووووووووووووو مشكل كبيرة نحو الفضاء نحن دائمون يا رفاق هل تعتقدون بأن ستنطيع فعله وستنطيع النجاح فيها دائم ما لس متأكد لكن الأوامر الخاصة بالجنرال نذهب نحو القمر الصناعي وأي شخص وجدناه علينا قتله وبالفعل يا رفاق لقد سمعتم الصوت بيب 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 يعني يا أصيقاء أننا وصلنا وهي آي 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 هذا هو الساتليت الساتليت غير موجود نهائيا في الفضاء الآن يجب علي الطيران للفضاء شيئا ما بهذه الطريقة والنزول هيا هاو هاو كيف هذا؟ أستطيع اختراح الحدود هي شواء الطائرية بالفعل سنستمر سنستمر وهكذا وبعدها سننزل يطلح هذا سننزل الآن هيا انزل صديقي مايكل علينا نزل فوق من الساتليت هاو 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 ساتليت لقد رأيته مشكلة لست متأكدها سنستطيع فعلها يا رفاق لكن إذا لما نستطيع فعلها فإبنا سنموت الساتليت على الأقل الضوء الخاص به فإبنا هي المعب كيف يطير هذا الساتليت لست متأكد لكن المعلومات التي وصلت مني هو أن الساتليت تطير باستعمال بالونات وليس بالأشعة الشمسية وليس المدار المدار هو خدعة فقط هيا 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 مشكل 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 هيا الحمد لله يا رفاق تلك النزلة كانت صعبة جدا صراحة لكننا محظوظين لقد بقينا على قيد الحياة لست متأكد كيف فعلناها لكن فعلناها قالوا بأن أي شخص وجدنا هنا يجب علينا قد له شمس بدأت شروق يا رفاق لماذا نقول شروق شمس ولا نقول شروق الأرض على الشمس لأنهم قالوا بأن الأرض تدور حول الشمس وبأن الأرض في نفس الوقت وفي 24 ساعة تدور على نفسها ونحن لا نحس بذلك الضوار ذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال وفي نفس الوقت الأرض تدور على الشمس وفي نفس الوقت الأرض يا أصيقاء شكلها هكذا دائري وتاميل شيئا ما هكذا على حسب المواسم والفواصل لكن الله قال لنا في القرآن بأن الأرض تابتة وبأن الأرض بيساط والأرض ليست قرعة يبحثوا جيدا يا رفاق لكي لا يكذبوا عليكم الآن يجب علينا الدخول واكتشاف ما الذي يوجد في الداخل الباب الأول فتح الباب الثاني وفتح الباب الثاني هيا فتح جيدا يا أيها شي شي فقط زوجة كأني أسمع أصوات ما أصوات المخلوقات الفضائية أسمع أصوات هاو هاو يعني أن المخلوقات الفضائية قوموا بيسيطر على هذا الساتليت وأثروا على الكهرباء الذي نستعملوا نحن في الأرض الشخص هو مركز سأكون باستعمال يا رفاق المسدس الذي فيه السايلانسر هاو هو هذا سابريسر يا هبي أكون بإصابتها في الرأس ممتاز مات مات سكو بويز دمرتوا يا صديق انتظر ووو شهدوا لقد وصلنا يا رفاق للأوربيت الأشياء تطير لا أصديق هذا الأشياء المجمدة فإمناها لا تطير شي شي واو 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 سمعت بدأ التطير وهذه المأكلات المأكلات الخاصة بالرواد الذي ناك الكرسي كذلك بتاع في الطيران سلاح السايلانسر الآن فإنها لن يسمعنا إذا كان الشخص ما في المكان فإنها لن يسمعنا المخلوق الفضائل قد قتلته جذابتها الأرض كيف جذابتها الأرض ولا توجد أمر عجيب جدا لأمور فإنها تطير في كل مكان يا رفاق شهدوا الموجود جفى حطارات ناحن في الأوربيت بالفعل يا رفاقي لا يمكن هذا صراحة تلجى على الأقل فيها الأكل حتى ولو بقينا هنا أسبوع لا مشكلة لدينا لدينا تلجى فيها الأكل كيف لي تلجى أن تقوم يا رفاق بتبريد الأكل في الفضاء قالوا بأن هناك تدور على الكرة الأرضية وهناك بالفعل روار فضاء يذهبون لتلك السبايستيشن هيا إنزل إنزل نحاول النزول بطريقة شهد نحن ننزل ببطأ جديبية غير موجودة فسألوهم كيف تحصلون على الأكسجين كيف تحصلون على الماء الكافي قالوا لهم عندما يذهبون يتبولون فإنهم يعيدون تدوير ذلك البولة لكي يتحول لي ماء وفي نفس الوقت آه مخلوق فضائها يقومون بتحويل ذلك الماء يأثقاء لأكسجين لأمن الماء يعني يقومون بحذف ويقومون باستعمال وهو الأكسجين يكذبون يا رفاق على البشر والناس يصدقونهما لسا إن المخلوق الفضائي اللي قد قتلت وشهد اللي قد تعوج الجنرال أعطانا الأمر يعني علينا فعل الأوامر وقتلوهم اووووو ان يقومون بفعل تجربة على بيضة او نحن قمنا بسيطرة على هذه البيضة واجاؤوا لذلك يقوم بإنقاذ بيضتهم الان الكهرباء انا متأكد بأنه سيقعد يا رفاق عليه ما علي فعله فقط هو الضغط على بعض من الأزرار استعمال هذا الحاسوب وانا متأكد بأن الكهرباء سيقعد علي فقط او لن تأكد من أن الأزرار التي سأقوم بالضغط عليها لن تقوم يا رفاق بالتأثير على الكرة الأرضية وهنا الشي ميكرز أحد الشميع الزهائر وبعض من عينات الدم هناك عم ترى عكس وتقريبا هذا ما يوجد الداخل كالقمر الصناعي هذا لا أستطيع سعود للفوق السلم شيء مشكلة رفاق لقد علاقتنا هيه هيه آه خيرا الحمد لله لقد ساعدنا استعملنا السلم و ساعدنا هذا زجاج يمكن تكسيره استطعت كسيره ولزجج فإنها يطير في السماء يعني أننا وصلنا لمنطقة الجاذبية فيها قليلة شيء غريب هذا يمكن أن ينزل كذلك في الأسفل هيا لكي ننزل لنهتم كثيرة. اتسأل كيف في امكاني العودة للكرة الارضية. لامر سهل علي فقط القافز. اذا قفز فاني ساعود للكرة الارضية. صراحة هاته سبيستيشن فيها الكثير. ما هذا? علاقت علاقت مشكل. هيا هيا توقفونك توقفونك. هيا بسرعة. اقفز اقفز. لا. حسنا سننزل للكرة الارضية. نلتقي لاحق هي ايوتا سبيستيشن. لدينا القراشوت لدينا كل شيء. لكن الامر سيتطلب مني ساعة طويلة جدا اللي كي نستطيع الوصول للارض. على الاقل انهينا عملنا وهي اللي كي نعودها. انتظروا متوقع باني ساستطيع تحكم في الجديبية نعم. يمكن تحكم في الجديبية يا رفاق. شايدوا ساستطيع الصعود. ها ها ها. يعني يستحيل ان نزل للارض بعد الوصول لهذا المكان. تحتاجون لقوة كبيرة لكي تستطيع العودة للارض. شايدوا اني الان دهيب. اني الان طائر. سنعود لسبيستيشن لاني اعودها الارض حتى انهي تلك التلاجة. تلك التلاجة علي انهاءها يا رفاق. اوه. انزل 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 في الداخل انزل. هيا. ممتاز نزلنا. الحمد لله نجونا بحياتنا الان. بعد هذا النزول انا اعيدكم باني نجوت بحياتي لان لدينا تلاجة ما ملوءة مع الاخرة في الطعام. قبل هذا هيا لكي نعود للعمل الان ونحول اعادة الكهرباء يا رفاق للكرة الارضية. هل سمعتم ذلك الصوت? الكهرباء لقد عاد. يا للروعة. متأكد صورة من هذا? رائد الفضاء الذي كان يسكن هنا. راحة لقد كان مستمتع بوقته. وضع صورة عائلته. تلاجة ما متلئة بالطعام. على الاقل استطعنا اعادة الكهرباء يعني ان عملنا لقد انتهى. الحمد لله عدنا بسلام للوس سانتوس. من الافضل النزول صراحة هنا لانه المنطقة امينة شيئا ما. وعدنا لجاذبيات الارض. الارض الان بدأت تجذبنا بطريقة جنونية يجب عليه فقط ضرب في تلك الاشجار. لكي نستطيع النزول بسلام. الناس اتوقع بانهم لا زالوا يعتقدون ان الضوء مقطوع اغلبهم نايا. نعم هناك شيء قد خرج بسيارة شيء. اه مع الاسهم. الحمد لله لم نموت. لكنها سقطنا صراعا ضربنا ذلك العمود الخاص بالكهرباء. عائلتي سيتفاجأون عندما سيروا بان يرتدي هاته الملابس الخاصة بالاسترونوت. رغم ان يلسوا لاسترونوت ولا هم يحزنون. اما بالنسبة للفيلم الخاص بالنصة فانه مستمر. ودائما عندما اشاهد المقاطع الخاصة بهم عندما يصلون لمرحلة ما ستعرفونهم يا اما انهم يقطعون الاتصال او يقومون بتغيير يا رفاق الصور لصور حاسوبية صور او صور اخرى ببرامج اخرى لكي نصدق بالفعل بانهم جاءوا. عندما عاد ذلك الرائد الاماراتي بالضبط لقد شات المقطع الخاص به عادة في الليل. وصوره يا رفاقي باستعمال الهيت فيجن. وصراحة لقطات سيئة جدا. الكواليتي الخاصة بالفيديو سبعمائة وعشرين بي فقط. على الاقل ناسا منظمة عالمية. يربحون يا رفاق ملايين وملايين دولارات التي يتم استثمارها ولم يستطعوا فعل بات مباشر فول اتش دي او على الاقل تخيلوا انا شخص عاجي جدا اشتغل لوحدي. واستطيع نشر مقاطع توكي يا رفاقي في الكواليتي. فكيف بالناصة? يهد السبب انه يلقوا صديقهم. دائما ما يحاولون تخليص الكواليتي لكي نرى العيوب الخاصة بمقاطعين. ونحن داعدنا للمنزل وستطعنا بالفعل. على الاقل الان اصبحوا يتقومون بيشتغيل التلفاز. ولازال يشاهدون التلفاز. دهبت ما يقارب يوم او يوما والعائل لازال يقوم بمشاهدة التلفاز. وهنا يا رفاق سنكون قد وصنين نهاية. اتمنى من حلقة اليوم. عجبتكم. دعا جبتكم فضلا منكم. دعا وضغط اعزي اللايك. في المقطع ما سقائكم. حتى ذلك الحين. يا ربعكم يا اسم. سبحانكم الله والجلاصة ودعا. ولا تنسوا بأن السلام وخير وختام. شكرا خاص للداعمين المميزين في القناة. انت كذلك يمكنك الانضمام للشباب. ستكون ضمن المحظوظين الذين سيتم ذكر اسمائه لآخر كل مقطع. مين كيم رفيق ال-A-G لوب بات